تعرف الفرق بين كلمة Award و Reward لو مش عارف تابع الفيديو للنهاية وان شاء الله بتعرف الفرق بينهم قبل ما كمل ياريت تدعموني بالاشتراك في قناة اليوتيوب الرابط موجود في البيو Award Reward الكلمتين معناهم جائزة والكلمتين معناهم يمنح جائزة يعني بيجوا كاسم وبيجوا كفعل ولكن في فرق في استخدام ازاي؟ Award بتكون اكثر جائزة تميل انها تكون رسمية يعني من جهة رسمية جهة ذوحيثية زي بيقولوا وفي لجنة التحكيم مثلا او حد بيقيم اعمال معينة وفي انجاز كبير تحقق فانت او الشخص بياخد عليها Award زي مثلا جائزة افضل لاعب كرة قدم جائزة افضل فيلم جائزة افضل طالب على مستوى العالم اقول مثلا He received the student of the year Award نال جائزة احسن طالب في المدرسة على مستوى العالم يبقى دي Award كمان بيتميل اكثر انها تكون حاجة فيزيكا حاجة مادية حاجة ملموسة يعني مثلا درع كأس حاجة زي كده اما Reward برضو معناها جائزة ومعناها يمنح جائزة زي ما قلنا اسم وفعل ولكن بتكون اكثر انها اقل رسمية وممكن تكون انها بتعطى للشخص نظير انه عمل شغل معين عمل حاجة معينة في شغله وانت بتشجعه وتحفزه اقول لك مثلا You will be rewarded for your good work انت هتكافأ على شغلك الكويس You will be rewarded for your good work هتاخد مكافأة كمان بتكون الكلمة Reward ممكن يكون الجائزة مش شرط انها تكون جائزة مادية ممكن جائزة معنوية مش شرط مادية اقول لك مثلا Her smile was the best reward He was waiting for يعني ابتسامتها كانت افضل جائزة هو منتظرها يبقى هنا برضو جائزة معنوية كلمة Reward كمان بتستخدم مثلا مع المكافأات اللي بتتعامل على مثلا زي الشرطة بتاعتنا المكافأة علشان خاطر في مجرم معين وعايزين يبوضوا عليه فيعملوا مثلا 100.000 ريال for reward مش عارف اين يعني جائزة 100.000 ريال علشان خاطر المعلومات التي جاء عن المجرم يبقى دي reward في استخدام كمان خاص reward ان بدل عايزين يقولوا واحد مات يقولوا he has gone to his reward he has gone to his reward بدل ما يقولوا مات ويعتبروا ان اللفظ ده يعني لفظ تقيل بيقولك he has gone to his reward يعني ذهب الى مثواه الاخير زي نقولون باللغة العروية او راح بقى لما قدم من عمل ياخد عليه اللي ياخد ان شاء الله ربنا يحسن خاتماتنا جميعا